بعضهم شفتهم ردوا ومتنوا مرة ثانية لأنه سبب أنه يرجع للحلو يرجع للنشويات يوقف رياضة يرجع يأكل وايد يرجع لعادات القديمة يرجع لعادات القديمة فحتى التكميم وتغيير المسار ليس هو حل نهائي للسمنة إذا ما قيرت طريقة تفكيرك وهذه تقدر تسويها من غير تكميم بدون تتميم وتسيطي طبعا نفسك بالأكل حق بعض الحالات في بعض الحالات في بعض الحالات لديها سمنة مفرطة وربما قد أو السكر عندها ضغط مثل ما قال الدكتور خالد ربما لازم في مرحلة معينة يديش في موضوع التكميم إلا إذا في أدوية طالعة يديدة صدق ولا صدق قد تكفينا من التكميم حتى أنا بعض الجراحين قلت لهم تر ليش قاعد طالع خالد وانتا تقول هالكلام شنك شاك يعني أنا قاعد قاعد أطالع أنه يمكن الأوبر هاي تنفع حق خالد أعرفك موضوع تجارب خالد هذا الأدوية ممكن ترى فيها دوليا على مستوى أمريكا أو أوروبا فمو قاعد أجرب فيه بس إن شنو حتى قد حق بعض الجراحين ترى الرزق أمانتك وراح تنقطع يعني أنا طلعت أدوية ممكن تحدى شروع أدوية فعالة جدا طبعا تحتلل إشراف الطبي ضروري نزيل ممكن أن أن تدقط بما يساوي تقريبا اللي تقطت في عملية التكميم ترجمة نانسي قنقر